مملكة البحرين تقدم الجهود الوطنية نموذجاً حيوياً ومخلصاً في مجال الحفاظ على البيئة والارتقاء بأصولها واستهدفت بالأساس تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستقلال الأمثل للموارد وديمومتها والتوجهات العالمية التي تمنع المشكلات البيئية الكبرى وتحد من أخطارها واتخذت أكثر من شكل ومستوى وهي الجهود التي تدعمه الأطر الدستورية المنبثقة من روح ميثاق العمل الوطني والتي ضمنت جميعها وصول مملكة البحرين إلى مراكز متقدمة في حماية مواردها ميثاق العمل الوطني أكد على تمسك مملكة البحرين بحماية الحياة الفطرية من خلال وضع استراتيجية وطنية لحماية البيئة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التجريعية المناسبة للحد من التلوث من مصادره المختلفة وتوفير التسهيدات للشركات الصناعية للتحول للإنتاج النظيف ووضع الخطط المناسبة لاستخدام الأراضي وإدارة المناطق الساحلية وإنشاء منظومة من المحميات الطبيعية على غرار محمية العرين ومحمية جزر حوار والمياه المحيطة بها والتي تأتي أهميتها على المستوى العالمي نظرا لما يتواجد فيها من حيوانات وطيور نادرة المحميات الطبيعية المتنوعة التي تميزت بها مملكة البحرين تعكس الاهتمام الكبير في تحقيق التوازن الطبيعي بين الإنسان والحياة الفطرية وعلى هذا الأساس اعتمد المجلس الأعلى للبيئة سياسة ربط الإنسان بالقضايا البيئية كونه الشريك الأساسي في الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية من خلال التركيز على رفع الوعي البيئي وخلق توازن بين عناصر الحياة الفطرية واستدامة استخدامها بالطرق المثلة مملكة البحرين تحظى بسجل حافل من الإشادات الإقليمية والدولية لجهودها الكبيرة والدؤوبة والمشهود لها بالمحافظة على الطبيعة والحياة الفطرية والبرية والبحرية وحجم نجاحاتها الرائدة في حماية موارد البلاد الطبيعية ومساعيها الحثيثة لضمان استدامة هذه الموارد واستمراريتها لتبقى رصيدا للأجيال القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة